أستاذ محمد عبيد الله كيف رأيت هذه التشكيلة وهل كلها كانت ضمن توقعاتك في الفوز ولا في بعضهم خيب توقعاتك وفاز والله يعني ما شاء الله كلها أعمال جميلة في النهاية لكن يعني أنا ما كنت أدخل أنه رح يطلع إلى النهائي أحد الأفلام الأنيميشن ما هو لسبب يعني ليس العنصرية الفنية هذه عادة هم يحطوا مسابقات أنيميشن على جنب الحالة لا مو على جنب الحالة لا هو التحدي في الأنيميشن أنت تخلق شيء من لا شيء وهذا الصعوبة فيه أن أنت تبدأ من صفر تماما الكاميرا لما تسوي فيلم يعني رياليتي انت جايس بتصور واقع موجود بمسك الكاميرا بصور شخص بيمشي واحد بيطلع لكن في الأنيميشن أنا بأخلق كل حاجة من الصفر وهذا صعوبة جدا جدا أصعب لكن في نفس الوقت تحدي مختلف التحدي يعني يواجه عقبات غير موجودة في عقبات الفيلم العادي والعكس صحيح يعني أنا لو جاسة أتكلم عن حروف مثلا حروف يعني كان ميزة صراحة أنه كان فيه تناغم كبير النص فيه قوي كان فيه تناغم بين الصوت والصورة وهذا اللي ميزته أكثر بكثير من أي أنيميشن ثاني عرض في هذه المسابقة حتى الآن هل تذكر أنت عطيته أقوى درجاتك ولا أضعفها ولا أضعفها؟ لا في النص في النص الميزة الأخرى التي كانت فيه كان ميزة ترانزيشنز اللي هي الانتقال ما بين لقطة اللقطة أخرى أبدع فيها صراحة الشخص اللي سوى الأنيميشن لكن أنا ما زلت أشوف كان قوة حقته في النص اللي أنا دائما أركز عليها النص 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 إذا أنتقل لفيلم مثلا على طهر النص فيلم أزيز النص حقه والستركشور تقريبا هو كأنه فيتشر فيلم كأنه فيلم رواي طويل أكثر ما هو شورت فيلم لذلك يعني يبدأ بمقدمة بعدين شوية شوية يبدأ تعريف للشخصيات بعدين شوية يبدأ الحدث الأول الحدث الثاني بعدين الكلايماكس بعدين النهائي ميزة أزيز كانت في أنه يعني تقريبا صور كل الفيلم في شقة صغيرة تقريبا هذه أكبر ميزة فيه والميزة الثانية اللي عجبتني أيضا الصوت في استخدامه اللي عامل الصوت يعني أنه يحكي لك قصة الانفجار وكلها في مجرد شاشة سودة والصوت قاعد يحكي لك كل شيء قبلها كان مقدمة بسيطة بعدها يعني تأثير أعطاك كل القصة اللي حصلت بدون أنيميشن ولا طيارات ولا أي production value عالي بينما مثلا إذا رحت على فيلم الدومة مثلا فيلم الدومة كان فيه أنا ما أعرف ليش فيلم الدومة هذا يعني كل ما أتفرجه أقول فيه في حاجة غريبة وبدأت الآن لما تفرجته آخر مرة الآن اكتشفت السر حقه كان تقريبا هو مجرد ست لقطات في النهاية قاعد تحسب اللقطات هي ست لقطات روت لك فيلم كامل غير الراوي اللي جايس يروي ببراءة الطفولة وما شفنا وجهه طول يعني الفيلم والقصة فيه أكثر من بعد يعني أنت جايس بتشوف واحد قاعد يحكيك على قصة دمى لكنه في لها بعد آخر أنت تكون مبتسم لأنك جايس في البداية تفرج على طفلة قاعد تحكيه قصة جميلة من خيالها فجأة تنقلب هذا الابتسامة الابتسامة ألم لما تحس أنه لا في مشكلة كانت وراها قد ما تكون هي تدركها وهي جايس تحكي هذه القصة على النقيض تماما فيلم الأطفال اللي يكرهون إنستجرام كان الراوي طفل لكن ما هو طفل كان الكلمات شديدة كان واضح أنه واحد كبير جايس يحكيك بأستاذية تخليك شوية تحس أنه خرشت من عباءة الطفولة أو من براءة الطفولة إلى عباءة الشخص البالغ الكبير الأستاذ اللي بيقول لك سخافاتهم وهؤلاء فهذه كانت الفرق اللي شفتوا بين الدماء وإنستجرام في النهاية الأفلام كلها أنا أشوف أنها فيها جمال أني أميز شخص أو خلنقول فيلم عن آخر هذا من الصعوبة بمكان لكن في النهاية هي مسابقة لا بد نختار واحد منهم وأي واحد هتعطي درجاتك الأعلى هيعطيك شكر أعلى في حين الآخر الله يعينك عليه وعلى يعني تفهمة لذائقتك لأنه دائما في كل ليلة يأتون صنع الأفلام ويقولوا ليش يقول محمد عباد الله ليش الواثق ما عجبه ليش محمد با يزيد اليوم ذائقته مختلفة فبالتالي أنا أعرف كيف أن أعضاء لجنة التحكيم أمام مهمة صعبة خصوصا أنها ذائقة وجمالية بحتة وليست يعني حسابات واحد ساوى اثنين شكرا لهذا الاستعراض الجميل لنقاط القوة التي رأيتها السيد محمد عباد الله وكيف رأيت أنت نقاط القوة والضعف والأفضلية بين هذه الأفلام الأربعة وأي فيلم من الأفلام ما توقعت ربما صعوده إلى نصف النهائي لا ما في فيلم ما توقعت لأن المسابقة مفتوحة ومو كل الأوراق تحت يدنا لكن في فيلمين أنا أصلا صوت لهم بمعنى أنه أعلى الأصوات واللي هو الدمى وأزيز وفي فيلمين ما كانوا الأعلى عندي اللي هو إنستجرام وحروف لكن بالأخير إن إحنا وصلنا إلى تشكيلة جميلة قد يكون وجود فيلمين عن الطفولة نوعا ما يعني أفسد التنوع اللي موجود في الختام يعني إنت عندك الأطفال يكرهون إنستجرام والدمى نوعا ما نفس الموضوع بيتكلموا عن معاناة الطفل إذا كان هذا في العنف أو هذا في تعاون الكبار معاه في جانب معين الغريب أنت تقول أنه هذا قد يفسد الختام لا ما يفسد الختام يفسد التنوع التنوع لأنه أنا مفسود بالتنوع اللي موجود في الختام سنت وأنا الآن أقرأ تغريدة في هاشتاغ الشاشرك وأحد المشاهدين يقول يا للمصادفة الجميلة كل الأفلام فيها صوت وعنصر الطفولة صحيح وبناسبة السينما الإيرانية ركزت كثيرا على موضوع الأطفال وتفوقت في ذلك تفوقا كبيرا ويحتذا بها في هذا أنا طبعا ما أتحفظنا الكبير على الفكر الفكر إيران بشكل عام الفكر الرافضي لكن هم عندما جاءت القيود على السينما من ناحية استخدام المرأة لجأوا الأطفال فأنتجوا أعظم الأفلام يعني مثلا كيندم وفيفن اللي هو أخذ أوسكار The Best Foreign Movie والآن آخر شي سيلر مانا أو حاجة ما بعرف كمان أخذ يعني دائما هم بيأخذوا في الأوسكار جزة أحسن فيلم أجنبي وتلاقي دائما عنصر الطفل الطفل بيكون هو البطل ويمكن يكون الطفل هذا أول مرة يصخر قدام الكاميرا وهذا بيحتاج براعة كبيرة من المخرج في إدارة الممثل أنت الآن إدارة الممثل هي يمكن آخر شي يكتزم المخرج لأنه أصعب شي إلا إذا كنت أنت ممثل سابق فكيف تدير طفلا وتدير أشخاص عادين يعني في أفلام إيرانية بتلقي أنه هذول الناس فعلا حقيقيين يعني مثلا فيلم عن بايع بيجيب بايع من السوق وبشتغل عليه على سنه يمثل دوره نفسه فهذه فيها يعني شهادة لصناع الأفلام أنه كونك تجيب طفل وتبني عليه الفيلم كله وينجح الفيلم هذا معناه أنت أدرت للطفل هذا إدارة ممتازة ربما هذا التحدي اللي وضعته الشاشة لك أمام جمهورة اللي تكلمنا عنه وركز عليه أستاذ محمد عبيد الله وأستاذ محمد بايزيد وأستاذ الواثق أنه أحد حدود الشاشة لك هو عدم ظهور المرأة بشكل واضح وصريح وكذا لكن لجأوا إلى هذا الخط الإبداعي وتفوقوا وتميزوا ولم يكن الخيارا سهلا يعني من السهل جدا أنه كل الأدوات تكون بيدك ويمكن تكلمنا عنها أنه تكلمنا عن تأثير المؤثرات والموسيقى والاستبعادة من شروط البرنامج هل يمكن أن تؤثر على مستوى الإنتاج ولا لا فأنا تحية أول شيء كل الأفلام في الإخراج عجبتني فأنا وحيي عبادة البغدادي وفواد المولد وشماد دبس وعبدالعز الحكمي بغض النظر عن تقييمنا الفيلم لأنه ممكن الفيلم ما يكون تضعف الإخراج تكون فين غض ضعف أخرى لذلك أنا راضي عن المخرجين الأربعة في الأفلام التي تأهلت لنصف النهائي إذا كان مرور سريع الأفكار أنا يمكن أن أشوف أفضل فكرة هي فكرتين أزيز والدمة يعني أشوفها من الأفكار القوية لأنه يمكن فكرة إنستجرام وحروف هي فكرة كأنه يقرر حالة أو يكلمك عن حالة يعني أكثر من أنه هذاك يحكي قصة حياة وهذا الطفل يحكي معنات لكن الدمة وأزيز تميزوا بالقصة بالحكاية وأنا طبعا من الناس المنحازين للحكاية رغم أن أنا مو كادر سيناريو لكن أنا دائما أقتبس من الأستاذ أزعب طاها يقول المجد للحكاية يعني أي حاجة تدور حول قصة أنت تجد نفسك لا شعوريا تندمج معها شكدها حتى زمان أذكر في لما كنا ممتحنيها للجامعة كان عندنا أستاذ لغة إنجليزية قلنا له كيف ندعمل مع الكمبوزيشن الإنشاء كيف التعبير الإنجليزي قال قال لازم لما تجد الكمبوزيشن اختار الموضوع اللي تقدر تحكي فيه قصة لأن القصة أنا أعتبره أنه دائما أكثر شيء يورطك في الفيلم أكثر شيء خليك تنتظر النهاية فأنا أشوف من هذه الناحية الدمو وأزيز تفوق من هذه الناحية بإستجرام محروف تميزوا بأشياء أخرى مثلا إستجرام مميز جدا في الصورة الصورة رائعة الأطفال هادين جدا ما بعرف هل الجو كان بارد يعني الأطفال فعلا يجسدوا لحالة حتى ذلك يضحكوا ضحك ضحكة يعني كذا تحس أنه مجبور فعلا يعني فيه أشياء تفاصيل صغيرة في إدارة الأطفال أعجبتني جدا أتوقع أنه عبادة يعني صور تصوير كثير جدا ليخرج بهذا المونتاج لذلك حتى الفيلم من نقاط قوته كذلك المونتاج والاستخدام الإضاءة الطبيعية التصوير في لوكيشن جميل فعلا المقطع حتى لو يعني اختلف تقييمه في النهاية يصلح للتعبنة هنا هذه الحالة حالة استغلال الكبار للصغار تحت هوس اللايك والسبسكرايب وهذا هوس حديث يعني أعتبر أنه من ضمن الأمراض المعاصرة وفيه مبالغة لكن مبالغة محببة للفط النظر وأشوف أنه هذا لا يعيب الفيلم فيلم حروف كذلك فيه أسلوب فني متماسك وأنا أشرت لهذا الكلام أنه كونه مستوى تحريك وخاصة أنه صنع خصيصا لشاشة لك فلم يكن معه وقت طويل عشان يعمل كل هذا العمل قد يكون يعني أنا بعد ما شاهدت الفيلم مرة ثانية لاحظت ملاحظتين خفيفة طبعا دائما كل ما يكون ملاحظات خفيفة معنا الفيلم قوي يعني مثلا لاحظت أنه لما يقول الشهادت وطلعت ودخلت بالشباك ما شفنا الجدار يعني حسيت أنه كان الجدار غير موجود هذا في التحرك يمكن أنا لأنه بقول هذه الملاحظات عن صانع الفيلم وأتمنى أنه في الشاشة لك يمكن تبتكروا حاجة أنه الفيلم يكون إيدة أبول يعني ترجعوا لي صانع الفيلم ويرجع تحطوا فرصة ثانية أنه يصلح بعضا لأنه فيه أشياء جدا يسيرة ونقطة ثانية مثلا لما جاء الوقت انتصف الليل كان الساعة 1.45 في الجوال ويمكن الساعة في الجدار شيء ثاني هذه ليش أنا ذكرتها ليش أنه أستقعد لأنه ما في شيء يعني يذكر يكفي الفيلمه يعني جمالا أن تعد عيوب هذه هي والعيوب جدا صغيرة لذلك أنا قلت أنه بشكل عام أنا أنحاز لي أفلام الحكاية أنحاز لي الدمه وأزيز لكن هل عندي مآخذ عالية جدا على إنستجرام وحروف يمكن هي تفضيلات يمكن ما أخذ يتكلمنا عنه في إنستجرام على موضوع التعليغ المصاحب وأنا عموما لا أميل لأفلام التعليغ المصاحب إلا إذا كان هذا التوظيف توظيف عالي جدا وهذا يعني تحية كبير المخرجين فعلا ما في ملاحظة على الإخراج بالنسبة لي شكرا أستاذ لواثق هذه مآخذك وتفضيلاتك وعطيناك طبعا مساحة هذه الليلة عشان تعوض المساحات السابقة والقادمة ولأن هذه الليلة يعني ما أجل الحلقة الجاية لا تجي بس تجي معاك طبعا تعليقاتك الجميلة والمختصرة هذه الليلة ليلة لجنة التحكيم في الحقيقة ونحن نتعلم منكم بقدر ما نتعلم ونستمتع بها الأفلام والآن تفضيلات عضو لجنة التحكيم محمد بايزيد ونقاط القوة التي رأيتها في كل فيلم ثم لاحقا نأخذ تفضيلاتك بالنقاط تفضل السلام محمد بسم الله مستوى الأفلام من الليلة رائع برؤية الأفلام ناضجة ما شاء الله وحبب وضح للسادة المشاهدين أننا نقوم بالتفضيل وليس فقط بالتقييم يعني مستوى الأفلام ضمن الحلقة يؤثر على بعضها البعض لو عندك فيلم قوي فهذا سيصرق النقاط من باقية الأفلام التي قد تكون جيدة جدا لكن أثر عليها هذا الفيلم قوي فهي ناحية مهمة جدا ضمن التقييم لازم يكونوا الناس وحتى صناع الأفلام وعين لإلها أنا بالنسبة لي تقييم الفيلم دائما أو نجاح الفيلم مقياسه هو نجاح الفيلم في إيصار رسالة مؤثرة عبر معالجة ذكية وأصلية وبالنسبة لي القصة هون هي عبارة عن ذسل أو مركبة أو سفينة تحمل الرسالة وتحمل العبرة وتوصلها للمشاهد فيلم حروف أنا مبسوط جدا الحمد لله أنا وصل وبرأيي أنه طبعا أكيد كل عضو لجنة التحكيم عنده رأيه الخاص ويحترم الاختلاف أمر جيد وصحي أنا برأيي ظلمه يعني أنا عطيته خمس نقاط وهو حصل على ثمان نقاط overall فيلم حروف فأنا مبسوط أنه يعني نجح بالوصول لهذه الحلقة لأنه animation جيد توظيف جميل للألوان والرموز والنقلات الرشيقة والذكية صوت المعلق يا سلام اختيار أداء ممتاز وبالنسبة لي من الأفلام المميزة جدا هذا الموسم لمس الأقلي وقلبي فيلم دومة حتى اللحظة فيلم دومة هو فيلم المفضل هذا الموسم ومثل ما بيعرفوا الناس كل عضو لجنة التحكيم عنده كرته الخاص يلي بيقدر يستخدمه لسحب فيلم للنهائي فأنا كرتي الخاص يعني من هذا المنبر بإعلن أنه حتى اللحظة هو لفيلم دومة حتى اللحظة دومة ما نجح لكن لا تعشموا بعدين بتسحبوا مرة ثانية رحيب يعني بس حتى اللحظة يعني هو فيلمي المفضل وفي حال ما نجح بالنقاط سأستخدم كرتي لسحبه للنهائية وقد أعذر من أندر يبقى فيلمي المفضل أكيد بساطة عفوية صدق بدعب التصوير الـ POV وجهة نظر الطفلة وأداءها كلامها اللطيف والبسيط تدرج البناء الدرامي المفاجأة في النهاية نقدي اللي الوحيد عليه هو إدارة التصوير كان ممكن تكون أفضل الإضاءة بأصد يعني طبعا البنت هون هي الكاميرامان لأنه هي الكاميرا مسبتة على رأسها بس برأيي المكان كان بيقبل إضاءة أفضل فيلم أزيز أو رحلة طفل وهو يكبر هو حلمه يكبر معه متقن إخراجيا متعوب عليه ومتمكن المخرج من أدواته يحمل رسالة نبيلة بالنسبة لي كان طويل بعض الشيء ويحتاج إلى بعض التطوير الدرامي لينضج ويصبح ربما أقل توقعا فيلم انستجرام فكرة ذكية تصوير جميل كما ذكرت سابق الرأي مونولوجي الطفل لم يكن مناسبا لعمره إنما أنا متأكد تماما أن المخرج عبادة تقصد هذا الأمر يعني هو مش ما كان منتبه يعني لهذا الشيء لا هو منتبه هو تقصد الشيء قرار اتخذه إنما هذا القرار الذي اتخذه المخرج أنا أذهب لإحساسي بأن الطفل يفهم أو يؤمن بما يقوله هذا رأيي بما أنك أنت أعطيتنا رأيك الجميل وباختصار ما رأيك في وجود الأطفال كعنصر مشترك في هذه الأفلام هل هو دغدغت مشاعر خصوصا أنه فيه جمهور والجمهور يحب دائما الأطفال ولا لا هو تحدي وصعب زي ما قالوا هنا السادة أعضاء لجنة التحكيم وبالتالي يستحقون فعلا هؤلاء الصناع وهذه الأفلام تستحق هذا الصعود إلى نصف النهائي قد يكون كل الأمرين أنا بالنسبة لي استخدام الطفل يعني هو مسألة إيجابية عموما الطفل هو البراءة والفكرة بحد ذاتها قبل ما نحن نكبر ونتشوه كبشر وتطلع علينا يعني النتوءات والتشوهات النفسية أو الفكرية أو خلافه فهو براءة بذاتها وأنا كثير بحس الطفل سينمائي لو عرفت تستخدم براءته وكثير الطفل برسل رسائل مؤثرة جدا للمشاهدين يعني نحن ككبار نتعلم من الأطفال ورسائلهم يعني فيلم دمى مثالا الديل يعني لو فيه أب مثلا عنده هالنزعة العدوانية أو يعنف أطفاله المفروض يخجر من حاله يعني لما يتفرج على الطفلة بهالبراءة وهالجمال ملاك أمامك أنت كيف هي عم تلعب بألعابها فالرسائل برأيي مؤثرة جدا وأنا مع هذا الاستخدام وأنا من المخرجين اللي بحب أساسا استخدم الأطفال واتشرف وجودهم بأفلامي يبسط الأطفال لأنه على فكرة من جمهورنا العريض جمهور الشاشة لك جمهور كبير من الأطفال وكذلك من الكبار وهذه الخلطة من أعضاء لجنة التحكيم وكلماتهم الكبيرة ومن الأفلام بمستوياتها المتفاوتة يكون لدينا جمهور صراحة متفاوت من الطفل إلى الرجل الكبير والحكيم وما بينهما من طيف ترجمة نانسي قنقر